موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعملاتنا اليوم ستتناول ظاهرة مرت على الأمة الإسلامية ومرت على الدعوة الإسلامية منذ بداياتها وبالذات منذ أن انتقلت الدعوة إلى المرحلة المدنية وما بعدها وإلى يومنا هذا ظاهرة سماها القرآن الكريم باسم خاص وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بذات الإسم ونحن على ذات المنهج يمكن أن نطلق عليها أسماء أخرى أسماء أخرى تعبر عن حقيقة هذه الظاهرة يمكن أن نقول أنها ظاهرة التدين الزائف التدين الكاذب النفاق الادعاء الادعاء وإظهار الإسلام وإبطان الكفر إظهار الصلاح وإبطان الفساد إظهار التقوى والخير وإبطان الشر والانحراف يمكن أن نسميها وأن نعبر عنها بتعبيرات شتى القرآن سمى أصحابها بالمنافقين سمىهم بالكاذبين أطلق عليهم كل الأوصاف التي تنطبق عليهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذه الظاهرة الخطرة ظاهرة شديدة الخطورة كان لها تأثيرات بالغة السوق وبالغة السلبية على مسار الدعوة الإسلامية وعلى أصحاب الدعوة وعلى إقبال الناس على الدعوة وألحقت أضراراً بالغة بالدعوة الإسلامية لكن الله سبحانه وتعالى في كل مرحلة في كل مرة يقي دينه من أشرار هذه الظواهر المنحرفة الظاهر المبطلة التي من بينها ظاهرة التدين الكاذب التدين الزائف أو ظاهرة النفاق القرآن الكريم يتحدث من آياته الأولى من بداياته الأولى في ترتيب الآيات القرآنية يتحدث ويتناول هذه الظاهرة مباشرة بعد أن تحدث عن المؤمنين في سورة البقرة تحدث عن المؤمنين المتقين ثم التحدث عن الكفار بيني الكفر الذين لا لبس ولا مخادعة في كفرهم كفرهم ظاهر بواح لا يحتاج إلى مخادعة ثم عقب على ذلك أو أعقب ذلك بالحديث عن هذه الظاهرة ظاهرة المتدينين المزيفين ظاهرة التدين الزائف التدين الكاذب التي قال عنها القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين لاحظ عندما تتأمل هذه الآية ذكر القرآن الكريم أساس الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر إدعاء الإيمان بالله واليوم الآخر يترتب عليه الحكم بالإيمان الحكم بالإسلام الحكم بدخول من يظهر هذا الإيمان في دائرة المسلمين لكن القرآن الكريم يريد منا أن نفهم أن ثمة من بين من يظهرون الإيمان أو من يعلنون بالإيمان من بينهم من يمكن أن يكونوا كاذبين زائفين مخادعين غير صادقين في دعواهم غير صادقين في إظهار دينهم أو خلينا نعبر عنها بمنطق يشمل كل الحقب وكل مستويات هذه الظاهرة مستويات التدين الزائف أن نقول إنهم متدينون زائفون يظهرون التدين ليس حبا في الله وليس حبا في الإسلام وليس رغبة في التدين وإنما لأهداف وأغراض أخرى منها خداع المؤمنين منها اختراق صف المؤمنين منها استخدام واستدعاء المقدس من أجل الوصول إلى مآرب رخيصة إدراكا منهم وإيمانا منهم بأنه التخفي وراء التدين والتخفي وراء المقدس يفتح الباب أمامهم لكي يصل من خلال خداع الناس إلى تحقيق ما يصبون إليه من المآرب ومن الغايات ومن الأهداف على اعتبار أن الناس تميل بشكل طبيعي بشكل فطري إلى احترام المتدين وإلى سماع كلامه وإلى تصديقه فإذا كان هذا المتدين متدينا صادقا فعلا مخلصا فعلا صادقا في تدينه بالتأكيد سيكون له أثر إيجابي مع الناس وسينفع الناس وسيكون قادرا على الأخذ بأيدي الناس إلى مساحات وفضاءات هذا التدين يمكن أن يكون قدوة لهم للناس في هذا التدين وبالتالي يقدم خدمة للدين وخدمة للمبدأ الذي يحمله أما إذا كان زائفا وكاذبا ومخادعا وغير صادق في تدينه الناس سينخدعون به ربما يستجبون ويلتفون حوله ظنا منهم بأنهم متدين حقيقي لا يعرفون أنهم متدين زائف أو متدين كاذب إذا اكتشفوا ذلك سيكون أمامهم أحد موقفين إما أن يكفروا بالتدين كله بسبب هذا الكاذب المنافق الذي أظهر ما لم يبطن ودعا ما ليس فيه فعكس صورة قاتمة للمتدين لأن الناس عندما تكتشفوا ربما يكون لهم ردة فعل سلبية أو عكسية على تدين نفسه وعلى الدين نفسه أو إذا أراد الله بهم خيرا يمكن أن تكون ردة فعلهم أقل حدة فينفضون عنه هو ويلجأون إلى تدينهم الحقيقي الفطري الصادق لكن في كل الأحوال مطلوب منا وهذا هو الهدف أو أحد أهداف السياق القرآني أحد أهداف التوجيه القرآني مطلوب منا أن ننتبه أن نتيقظ قبل أن نحكم على تدين الناس ربما يكون تدينهم تدينا خادعا فيأخذون بنا إلى مهاوة الردى إلى مهاوة تهلك ربما يستخدمون هذا التدين في الانتفاع من الناس في استجلاب منافع ومصالح رخيصة دنيوية ومن الناس القرآن يقول لنا انتبهوا أيها المؤمنون انتبهوا جيدا اعلموا أن من الناس الذين يظهرون التدين أناس كاذبون أن من الناس الذين يدعون أنهم من أهل الدين هم غير صادقين فيما يدعون فعليكم أن تنتبهوا أن تحذروا لا تصدقوا كل دعوة قبل التمحيص قبل التدقيق قبل الفحص انتبهوا انظروا عن من تأخذون دينكم ومن تصدقون في جانب التدين هذا لكي لا تخدعوا ولكي لا تقعوا فريسة لردة فعل يمكن أن تأخذ بكم إلى الضلال أو إلى الابتعاد عن الدين فتحقق بذلك مأرب الشيطان القرآن يقول لنا تنبيها وتعليما وتذكيرا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعني يدعون التدين يدعون التدين ولكنهم في الواقع وفي الحقيقة غير متدينين حقا انما يدعون التدين بهدف خداع المؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا ألبسوا أنفسهم ثوبا زائفا من التدين الزائف بغية خداع المؤمنين هم لا يستطيعون خداع الله الله مطلع على سرائرهم إحنا إلنا الظاهر لكن رغم أنه إحنا إلنا الظاهر وما بنحكمش على البواطن بس علينا أن لا نكون مغفلين بحيث تنطلي علينا خدع المخادعين والكاذبين والزائفين علينا أن ندرك أن هذا الثوب التديني هذا الثوب الديني يمكن يمكن أن يكون ثوبا زائفا يرتديه بعض المخادعين والكاذبين أفرادا وجماعات أفرادا وجماعات من أجل خداع المؤمنين طول التاريخ الإسلامي أيها الإخوة الأخوات وقعنا في حبائل هذا التدين الزائف كل الفرق كل الفرق اللي مرت على التاريخ الإسلامي كانت نتيجة ذلك التدين الزائف خذوا مثال من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله قاتل عمر بن الخطاب كان من هؤلاء أبو لؤلؤ الفارسي المجوسي المجوسي الحاقد الكافر أظهر تدينا زائفا هو في بعد من أن الواحد يرتاد صلاة الفجر في جماعة وصلاة الظهر والصلوات الخمس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والناس تراه وتطمئن إلى تدينه لأن الرجل المحافظ على الصلاة ومداوم على الصلاوات الخمس في المسجد ويظهر تبتلا وتخشعا وتقوى وورع إلى درجة أن الناس لم يتبادر إلى ذهن أي واحد منهم أن هذا المخادع يبيت يبيت نية خبيثة لاغتيال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأين في المسجد وأين في الصلاة شفوه شفوه كيف كانت نتيجة الانخداع بذلك التدين الزائف الذي تكرر ولا يزال يتكرر في مختلف حقب المسيرة الإسلامية والدعوة الإسلامية ذلك المخادع الخبيث أبو لؤل الفارسي المجوسي استخدم ثوب التدين لكي يتقرب أكثر من الدائر الأولى للخليفة لكي يقترب منه أكثر ويطمئن إليه المؤمنون والمسلمون أكثر بينما كان هو في غضون ذلك يبيت نية قاتلة نية شديدة الخبر شديدة المكر شديدة السوء أوقعت في المؤمنين بلاء ومصيبة راح ضحيتها خليفتهم أميرهم قائدهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن المسألة خطيرة خطيرة جدا إلى درجة أن القرآن الكريم بحذر منها إلى درجة أن القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أوعى إياك أن تنخدع بتدينهم الزائف وبادعاءاتهم وشعاراتهم الكاذبة المزيفة حتى لو كانت جميلة في أكثر جمال من الإنسان يقول آمنت بالله وإن يقول آمنت برسول الله ويشهد إنك لرسول الله دعوة جميلة شعار جميل لكنه يخفي حقيقة خبيثة قبيحة ونوايا سيئة ستكون نتيجتها لو صدقت ومرت على الأمة ستكون نتيجتها وبالا على الأمة أفرادا وجماعات من أجل هذا يحذرنا القرآن من هذا التدين الزائف المزيف من التدين الكاذب هذا على مستوى فردي أبو لؤلو الفارس المجوسي على مستوى فردي خدع الأمة وكان بذلك قد أوقع فيها وقيعة كبيرة تكررت هذه الظاهرة بمستويات مختلفة بعد ذلك الفتنة التي وقعت في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه فتنة قادها جماعة حزب جماعة مجموعة تجمع أظهروا تدينا كاذبا زائفا كان على رأس المنظرين لهذا التدين الزائف الكاذب بعض المنافقين وبعض الذين دخلوا في الإسلام زورا وبهتانا وكذبا كان منهم عبد الله ابن سبأ وهو يهودي أظهر الإسلام وأبطن الكفر وأبطن الحقد على المسلمين كان هو أحد كبار منظري هذه الظاهرة ظاهرة التدين الزائف التي رفعت شعار في عهد عثمان شعارات الإصلاح شعارات الإصلاح شعارات أنه والله عثمان استبد بالحكم واستبد بالخلافة وعين أقاربه في مناصب الدولة شعارات رفعت الإيمان والإسلام ونحن بدون يعيدوا الاعتبار لمصلحة الأمة وإنهم بدافع عن مصلحة الأمة جماعة مش فرد لكنهم كانوا زائفي التدين كاذبي الدعوة أظهروا تدينا زائفا أظهروا ورفعوا شعارات كاذبة الهدف منها مش التدين ما كانش الدين هو الهدف ما كانش الدين هو الهدف ولا كانت مصلحة الأمة هي الهدف ولا كان الدفاع عن مقدرات الأمة والإصلاح هو الهدف كان الهدف هو الإفساد كان الهدف هو التخريب وهذه الظاهرة قادت بعد ذلك إلى مقتل عثمان رضي الله عنه وفتحت بابا واسعا من الفتن من القواصم التي قسمت ظهر الأمة وأوقعت فيها وقائع شديدة السوء وشديدة التأثير السلب على الأمة قتلت عثمان ثم بعد ذلك هي 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 هذه الظاهرة من التدين الزائف تدين الكاذب أيضا قتلت علي رضي الله عنه وقتلت الحسن ابن علي وقتلت الحسين ابن علي رضي الله عنه تدين زائف تدين كاذب حتى الذين استولوا على الحكم فيما بعد ودون أن يفهم من هذا أنني أجرح في معاوية أنا أقول معاوية رضي الله عنه ولكنه أخطأ في حق الأمة كلها لأنه زاد في فتح الباب آه نفع الأمة في أشياء كثيرة ولكن هو أضرب الأمة لأنه فتح بابا للأحقاد المستمرة من يومها إلى اليوم وفتح باب لدخول جماعات تدينية كاذبة زائفة من الشيعة للخوارج للجهمية للمرجعة للمعتزلة إلى 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 كلها كانت ترفع شعار التدين بزيف بالكذب تتكرر اليوم في صور مختلفة في حياتهم أحزاب و جماعات استخدمت أو ابتدعت زمان أبو لؤلاء ابتدع تدينا عنصريا الهدف منه قتل عمر رضي الله عنه قتلت عثمان ابتدعوا تدينا سياسيا من يومها اليوم في البعض بيستخدم مصطلح في زماننا الإسلام السياسي إياكم أن تستخدموا هذا المصطلح هذا مصطلح زائف كاذب مخادع الهدف منه إلحاق التهمة بالإسلام إسلام بريء لكن يمكن أن تقوله يمكن أن نقول التدين الزائف أو التدين السياسي بدل الإسلام السياسي يقول التدين السياسي اليوم فيه ظواهر تدين سياسي الهدف منه الهدف من هذا التدين ليس الدين نفسه وليس التقرب إلى الله نفسه يمكن فيه حالات فردية صادقة في خضم هذه الظواهر لكن الظاهر بشكل عام لا بدها مراجعة كثير 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 جدا بدها مراجعة من أصحابها بدها مراجعة مننا ومن الناس ومن العلماء لأن هذا التدين السياسي هو في حقيقته تدين زائف تدين كاذب لا يهدف لا يسعى إلى خدمة الدين ذاته وإلى حمل الدين ذاته وإنما يسعى إلى ارتداء ثوب الدين من أجل مآرب ذات طبيعة سياسية ذات طبيعة مالية ذات طبيعة خداعية ذات طبيعة استعمارية أي أن كانت من أجل هذا مطلوب أن نحذر مطلوب أن نفهم مطلوب أن نتأمل سياقات القرآن الكريم ويتحدث عن هذه الظاهرة حتى نعرف كيف نعالجها حتى نعرف كيف نعالجها كيف نتصدى لها كيف نحذر منها كيف نتقي شرورها وأضرارها من أجل أن يكون تدينا تدينا خالصا لله تدينا لأجل التدينا وليس تدينا لا لأجل الدنيا ولا لأجل الحكم ولا لأجل السياسة ولا لأجل أي أمر آخر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر